السلام عليكم ازايكم ايه اللي بيحصل في فرنسا بالضبط؟ الدنيا ولا هناك قوي اه فيه احتياجات جامدة جدا عاز اقولك ان البوليس الفرنسي تم اذاعة بعض مشاهد الفيديو ليه وهو بيجري وسط فرنسا تخيل؟ الشرطة الفرنسية بتجري من المتظاهرين وقناب الغاز والدنيا مقلوبة هناك بشكل غير طبيعي طب ايه اللي بيحصل بالضبط وايه اللي قده ان المشهد يصل لكده مش بس كده عاز اقولك ان فيه حرب هناك سيئة سيئة من المقام الرفيع هلي بيحصل بالضبط وايه الاوضاع اللي هناك بالضبط عاستعرف احاولك شان اقولك لازم احكي لك الكصة بالأول موسيقى قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معانا راعي قوي جدا واحترم جدا وهو خلي بالك فيه رعاة كتير بيجوا ويبقوا عاوزين ان هما يطلعوا باعلانات وحاجات زي كده بس النظرية كلها على مين يقدملك خدمة الحقيقية النهاردة معانا راعي مختلف جدا هو عبارة عن اختراع كده اسمه ايه اسمه صفقة حقيقة هو اسم عالم مسمى ساعات كتيرة بينين جي في البلاك فرايدي تفاجأ ان انت قدامك خصومات سبعين في المية وخمسين في المية وحاجة تيلاقي ويجيبك الا ان الخصومات دي بتبقى وهمية بشكل او باخر ازاي اللي بقى لك التاجر مثلا ممكن يجي قبل البلاك فرايدي او يوم الجمعة ويجي يرفع سعر المنتج بتاعه بدل 100 جنيه يخليه 200 جنيه ويجي يقولك والله انا حططلك خاصم 100 جنيه عشان تشتري المنتج ده بقى اقل من سعره بكتير قبل الحقيقة ان صفقة بقى بيكشفلك الالعاب دي كلها ويجيبلك تاريخ المنتج ده سعره كان كام من ساعة منزل على الانترنت لحد الوقتي عشان تقدر تعرف السعر الحقيقي للمنتج ومحدش يضحك عليك ومحدش يديك خصومات وهمية مش بس كده صفقة بيوفرلك الاف الكبولات الحقيقية اللي تديك خصومات كبيرة جدا في مواقع عالمية زي مثلا موقع نون زي اكتر من موقع ممكن تخش عليه على فكرة عنده الاف المواقع صفقة ده يا جماعة حاجة مهمة جدا وعلى فكرة ممكن ما تنزلهش على موبايلك فقط لا ده ممكن تنزله على كروم يبقى معاك طول ما انت شغال على الانترنت يقدر يقولك ايه المنتجات الحقيقية ومتوفر منها كام قطعة في المتجر ده وسعرها الحقيقي كام قبل الخصم وبعد الخصم عشان لو فيه خصومات حقيقية بتعرف تشتري منتج على طول خلي صفقة ده في جيبك خد منه كوبنات التخفيض اللي موجودة عنده لانها كوبنات حقيقية جدا وقوية لأقصى درجة حسابلك الرابط بتاع صفقة اسفل الفيديو لو حابب تبص عليه خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول ايه اللي بيحصل الزبط في باريس حكيلك القصة بدايتها خطس في باريس راجل كده كان ماشي وما قالوش اسمه ايه ولا بيشتغل ايه ولا حتى لونه وما قالوش اي حاجة وما قالك ده راجل كان لسه طالع بالسجن بقاله كام شهر كده فكان ماشي وسط باريس كده ودخل شارع شهير الشارع ده فضل هو يرائب مطعم معين كده وفضل ايه يروح ويجي عليه كذا مر وما بيدخلوش على فكرة هو بس بيفضل واقف من بره كده يروح ويجي عليه حقيقة الراجل ده فجأة جي في يوم ومع سلح وقام مفرغوا في المطعم ده مش بس كده بعد ما طلع من المطعم وقتل واحد وقصب واحد طلع بعد كده على كوافير حلق يعني واحد بيحلق والحقيقة راح الكوافير ده وقام قاتل ايه اتنين هناك وقصب برضه اتنين والناس طلقت تجلي في الشارع وخلي بالك ان باريس دي بالذات وسط باريس مشهور ان في 2016 كان بيتم استهدافه من قبل داعش وتنظيم القعدة عاملات ارهابية كتيرة جدا واحد ما ماشي كده يفتح البندقية بتاعته على المطعم وهكذا عاملات ارهابية يعني ففرنسيين متخافين جدا من العمليات دي فطلع بس الشرطة الفرنسية لما جات تحقق اكتشفت ان في عامل مشترك بين القتلة وهو ايه اقراض كلهم اقراض محدش فيهم واحد فرنسي يقولك ان الراجل ده كان بيشوف اي حد فرنسي ماشي بيتعمد انه ما تلقش على النار ولا حتى يهدده ولا يشهر السلاح في وشه خالص اما بيتعمدش يعمل اي حاجة من دي هو بينشن على الاقراض حقيقة الحادث دي لما طلعت ابتدت تطلع اشعاد ان الراجل ده بتبع على مخابرات الفرنسية ده اولا بعد كده قالك لا مش مخابرات بتبع الشرطة الفرنسية وبعدين طلع من الشرطة الفرنسية يعني تم اتقلتم الشرطة الفرنسية فجاء ينتقل من هنا طلع مؤامرات ان الحكومة الفرنسية عاوز تتخلص من الاقراض بشكل كبير وانا الاقراض دول بيمثلوا عبق كبير جدا على حكومة الفرنسية فلازم يتم التخلص منهم يعني فاندلعت الاحتاجات بشكل كبير جدا في باريس نصر مين بقى اللي بيطلع الاقراض؟ الاقراض عايز قولك منظمين احتاجات عنيفة ضد الشرطة الفرنسية طب ليه؟ اولا لان الاقراض ما عندهمش حتة يروحوها يعني خلي بالك عكس اي لاجئ تاني بييجي فرنسا الاقراض شايفين نفسهم مهتهدين اصلا لان ما عندهمش دولة هما شايفين كده خلي بالك كردستان دي اللي هما كان عاوزين يعملوها دي دولة كان بيتم انشاءها من بعد الحرب العالمية الاولى انما دي مش دولة يعني دولة لأ اقراض كده تجمعه وقالك نعمل دولة ومن ساعاتها الدنيا قيمة في حدود تركيا وايران دخلة فيهم العراق بيدخلوا فيهم بص الاقراض دول عب على كل الدول نتيجة لفكرهم ان هما ينشئوا دولة تقتطع جزء من كل دولة فدولة كردستان دي اللي كان عاوزين يعملوها شوف الاطراق بيعملوه فيهم ايه اه اردوغان مانع فلندا والسويد ينضموا لنيتو عشان عمدهم اقراض فالاقراض اللي في فرنسا شايفين ان ما عندهمش حتة تانية يروحوها خالص احنا هنا ظهرين للحيطة زي ما بيقولوا يعني واحنا مش عايين فعل نحنا نرجع تاني ويتم اضطهادنا وكلام ده كله فنزلوا بمظاهرات تحاشدة نتيجة الاشعاعات دي طب ايه الحقيقة في الموضوع ده كله حقيقة ان عكس كه تمام الحكومة الفرنسية مش عاوز تتخلص من الاكراد بالعكس ده امانوال ماكران طلع كتب تغريدة وقال اللي الاكراد اللي في فرنسا تعرضوا ليه هجمة شريرة خلاص داخل اه فرنسا او في وصف فرنسا فالراجل يعني كان بيشيد بالموضوع وكان اه بيتكلم بلغة كويسة جدا تجاه الاكراد فمعنى كده ان الحكومة مش عاستخلص من الاكراد طب ايه حقيقة الراجل ده هل فعلا هو تابع المخابرات بيقولك الراجل ده عمر المكان في المخابرات ولا عمر المكان في الشرط ولا في اي مصلحة حكومية اصلا الراجل ده اكتر حاجة شهير بيه ان هو عضو في نادي الرماية هو قناص بروفاشنال بس بيقعد يضرب اهداف زي اطباق طائرة مثلا او يضرب عصافير حمام بينشن على حاجات دي كلها بس هو احترافي وتقلد اكتر من جايزة داخل نادي الرماية اللي هو فيه ده بس فراجل بيعرف استخدم سلاح طيب ده حاجة تاني حاجة الراجل ده اصلا شهير بالاعتداء على المهاجرين اصلا عشان كده ما كانش بيشهر السلاح بتاعه اتجاه اي واحد فرنسي هو عاوز المهاجرين بدليل ان في 2016 راح يا سيدي هجم على خيم للاجئين في باريس خلاص وضرب عليهم نار برضو كان اعتداء مسلح في 2016 2017 حاكموا عليه بحيازة سلاح غير مرخص ديسمبر 2021 وهنا مفاجأة كان تم احتجازه نتيجة لعمل مسلح ضد المهاجرين برضو فالراجل ده شهير جدا بالاعتداء على المهاجرين الاقراض مش شايفين كل حقاق دي كلها ان الراجل ده مش مالوش علاقة بالشرطة مالوش علاقة باي حاجة هما شايفين انه بيتم اتهاده وعلى فكرة من ضمن التهم برضو جي قالك ده تابع اليمين المتطرف برضو لأ طب ليه قالوا تابع اليمين المتطرف لان في ميليشيات من اليمين المتطرف كانت بتستعد الاعتداء على جماهير المغرب في ليون ليون بالذات مش في باريس لا في ليون لما كانت جماهير المغرب مستعدة انها تنظم احتفلات كبيرة وقت مطش المغرب وفرنسا بيقولك كانوا بيعملوا ميليشيات وتم القبض على كتير منهم من الميليشيات دي فالاقراض افتكروا ان بعض الميليشيات دي بتاعتدي عليها الحادثة دي في حد ذاتها مش حادثة كبيرة وممكن يتم استعابها وخلي بالك المظاهرات دي ممكن يعني ايه يتم احتواها في الاخر اه في احتاجات جمدة جدا في ضرب غاز مصير للدموع في وسط فرنسا وكامل كلها بس نيروك تايمز في ضمن تقريرها بتقولك مشكلة اكبر من كده بكتير ليه خلي بالك هنا انت هتروح في مقالة تانية برضو في نيروك تايمز بتقولك ايه بقى بتقولك اصلا سياك بالحادثة ايه في مشكلة في فرنسا كلها فرنسا التضخم فيها ستة واثنين في المية والبطالة فيها سبعة واربعة في المية طب وين مشكلة على فكرة سبعة واربعة من عشر في المية ده من اكبر معدلات البطالة في فرنسا كلها كلها بلاش الكلام ده كله انت بتتكلم ان فيه ناس كتيرة جدا استقالت في فرنسا مع بداية العام اه تركت وظيفها برضو مش بس كده انت عارف ان فيه احتاجات دلوقتي بتضرب اه قطاع النقل زي اللي في بريطانيا بالزبط قطاع السياك الحديدية جم قالك هنعمل اضراب مفيش بقى اضراب بقى ولا نقل وسط باريس ولا السكة الحديد دي انساها في الكريسماس خالص خالص وعندك لاخر ديسمبر كده فيه احتاجات جامدة ومحدش تركها في اضراب ناس نيوة التامس بتسلط الدوق ان فيه احتاجات وفيه اضرابات في قطاع السياك الحديدية والاكتر من كده ان مفيش عمال اصلا اخذ بالك بالنقطة دي قالك مفيش عمال طب ليه مفيش عمال قالك لان الفرنسيين شايفين ان الرواتب ضعيفة فما بيروحوش يشتغل وعندهم برنامج اسمه اعانت البطالة يعني طول ما انت قعد في البيت بتاخد فلوس صحيح مش كتيرة مش زي المرتب الرسمي بس بتاخد فلوس فالفرنسي او مواطن فرنسي بيقولك مش هنزل اشتغل بمرتب قليل المرتبات اللي موجودة مش عاجباني انا هافضل مستني لحد ما الاقي مرتب كبير لان انا كده كده بيجيلي دخن فالده اللي هيجيلي ده لازم اضيع فمسلا ان انا باخده في اعانت البطالة مثلا وإلا افضل اعد في البيت احسن انا هيجيلي بقى موديل يقعد بتحكم فيا ويقول لي مين وشمال لا انا افضل قاعد والحكوم تصرف علي حد هناك الكلام يمشي بس الموضوع ابتدى تفاقم شكل كبير جدا وبقى في مشكلة في فرنسيين بيسعوا للشغل ومش لقيين المرتبات اللي هم عوزينها وفي وظائف وشركات بتسعى لموظفين ومش لقيين موظفين ده بيقولك حتى المزارع في فرنسا في اطنان من المحاصيل الزراعية ما بيتمش حصدها لحد دلوقتي نتيجة ان رو عمال في المزارع الفرنسيين مش عاوزين ان هم يشتغل بمرتبات ضعيفة بلاش تاني في ناس كتير قوي استقالت في بداية العام من وظيفهم كتير قوي فامانوال مكران الحكومة الفرنسية عشان بس تعرف الحادثة دي اصلها ايه امانوال مكران الحكومة الفرنسية بيفكروا في حاجة بقى هتقلب الدنيا ايه بقى قالك ادام الفرنسيين مش عاوزين يشتغلوا وادام الشركات بتدور على وظائف من شغل المهاجرين شغل مين المهاجرين نيويورك تايمز بتصف الكلمة دي بتاعت اميجريشن او اميجرنت اللي هم موجودين في فرنسا لو الحكومة الفرنسية فكرت كده بس انها تشغلهم الكلمة دي لو اتقالت في البرلمان الفرنسي اليمين المتطرف هيوقف ضدك واليسار هيوقف ضدك وما فيش حد في البرلمان مش هيتقانق عشان الكلمة دي بيقولك بس تقول كلمة مهاجرين داخل البرلمان الفرنسي يشوف هيحصل في الحكومة ايه بيقولك ان مانوان مكران مجبر ان هو يعدل في قانون الهجرة فيما يخص مهاجرين اللي داخل فرنسا هو بيكلمش ان هو يجيب مهاجرين من بره لأ وبيقولك مهاجرين داخل فرنسا على قد يشتغلوا في الوظائف اللي هي ايه كلام مثلا في فنادق مثلا روم سوربس تاع فنادق يشتغلوا في المطاعم على حسب نيويورك تامس فيه مطاعم في فرنسا قفلت عشان مش لقى اي عمالة المواطنين الفرنسيين مش عالقين يشتغل فييجيبوا المطاعم الفرنسية فامانوان مكران بيقول انا هعمل تحديل صغير كده في قانون المهاجرين اللي داخل فرنسا حيث ان احنا نشغلهم اصلاح قانون الهجرة يعد احد اهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وزير الداخلية الفرنسي جيغال دارمانا الذي يعتبره الكثيرون السياسيا يمينيا شرح بالتفصيل مع وزير العمل اوليفي ديو سوبت في حوار مع صحيفة لوفي جاغو البنود الرئيسية لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي يهدف حسب دارمانا الى ضبط الهجرة وتحسين ظروف الاندماج اهم بند يتعلق بتأمين اوضاع جزء من العمال الاجانب في وضعية غير قانونية على الاراضي الفرنسية عبر البند الثالث من مشروع القانون الذي يركز على آلية الاندماج المهني او بطاقة اقامة مؤقتة لاصحاب المهن في ازمة لتلبية حاجيات سوق العمل الفرنسي طب وليه تعمل كده قالك اولا انا هشغل شركات ده اول حاجة ثانيا المواطني الفرنسيين هيجبروا بكبول الوظائف اللي هي مرتبتها قليلا لان خليب عليك لو فضلت الدنيا ماشي هكده الشركات هتضطر ترفع الرواية والحكومة كمان هترفع الرواية هتضطر بس لو ده خلوا التعديل على المهاجرين دول ومهاجرين ابتدوا يشغلوا بعض الوظائف الشركات هتفضل تدي مرتبات المعروضة دلوقتي فمين اللي حيتنازل ايه اللي بيشتغله فرنسا وقفة على فكرة يورك تايمز ذكرت كده بالنفظ وقيت لك المانيا بتستعدي تعمل نفس الموضوع وبناء على تجربة من واحد صاحب يعني معلش يعني الراجل لسه جاي من المانيا بيقول لي مطار هناك صعب جدا مطار شيء جدا ونضيف جدا مفيش حد بيشتغل يعني عدد العمال هناك قليل جدا وشنط بتتأخر والدنيا هناك مش ظريفة تماما فالمانيا هتعمل نفس الموضوع برده لان الموضوع ده في اوروبا كلها بس اكتر دولتين عندهم مشكلة دي ظهر قوي هي المانيا وفرنسا لو عملوا كده حيتب تطبيق الموضوع ده على اغلب الدول الاوروبية إيه اللي هيقلده ألمانيا وفرنسا هتبقى كارسة كارسة ليه؟ أولا المرتبات اللي فيها رفاهية على مواطنين الأوروبيين مش هتشوفها تاني ثانيا الاقتصاد هيشتغل بشكل أحسن والحكومات بتشترفع الرواية وهتبقى دي عيشة المواطن الأوروبي المرتبات بقى اللي هو كان بياخدها دي اللي هي بناء على معدل التضخم في البلاد وكلام ده كله زي اللي بتلبه مثلا الانجليز من الحكومة الانجليزية حطلنا معدل التضخم اللي هو مثلا عشرة وسبعة في المية حطوا على الزيادة السنوية فأنت متزودناش خمسة في المية لأ انت تزودنا تسعتاشر في المية حسن فمفيش الكلام بلعد كده مفيش حكومة هتقلت حاجة زي كده لو تم السماح بتعديل عقود المهاجرين وإن هما يشتغلوا في الوظائف اللي هي قليلة هتلاقي الموضوع بقى صعب عن مواطن الأوروبي وحيطرنا هو يقبل بالمرتبات بتاعته مش بس كده خلي بقى لك الاقتصاد الفرنسي اصعب سنة هي الفين وتعاته وعشرين دي ركود غير طبيعي ابتدى يبطأ بشكل كبير كل العالم تقريبا بيستنى عشرين وعشرين بيقولك سيبك من عشرين وتعاته وعشرين دي كوارث يعني السنة الجاية دي ما شاء الله يعني أنا مش حارف بقى لنا كم سنة كده كل شوية نقول السنة الجاية دي صعبة جدا بس عشرين وتعاته وعشرين هي فيها خلاصة الكوارث بتاعت عشرين وتعاته وعشرين بيقولك كل المشاكل انت شفتها دي هتسمع معاك واكتر في عشرين وتعاته وعشرين بالنسبة للاقتصاد الفرنسي اقتصاد العالمي كله فالموضوع صعب جدا هنشوف المانوال المكرم هيتصرف ازاي وخلي بالك ان البرلمان بقى اغلبية بتاعته مش موافق على حاجة زي كده والنقابات العملية بتحذر من المساس يأما بإعانات البطالة يعني الحكومة الفرنسية برضو بتفكر انها تقل إعانات البطالة دي وتخليها بمعدل قليل بحيث الناس تتشجع تنزل الوظائف فالنقابات بتحذر من حاجة زي كده تقولك هنشل البلد تاني يوم الكام واحد اللي بيشتغل عندك في مصالح حكومية حيوقف ولا اطورات ولا اوتوبسات ولا اي حاجة هنشل البلد والبرلمان متخوف من حاجة زي كده لان اول ما تمس قانون الهجرة انت بتتكلم في عقيدة فرنسية هيبتدي السماح بالتلاعب بحاجة كتير قوي دخل الدستور الفرنسي فيما يخص المهاجرية تبقى كارسي فحنشوف الدنيا يتمشي ازاي والبرلمان في الآخر عاوز يحافظ على حقوق المواطن الفرنسي عشان كده بيتم انتخاب النواب الفرنسيين فما ينفعش نواب يتنازل ويقبل بتعديل وان المهاجرين هم اللي يشتغلوا على حساب المواطن الفرنسي ما ينفعش شوف الدنيا يتمشي ازاي ويا رب اكون شراحة حضرتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب ننصر مصر ويا رب ننصر العرب وتحيا مصر سلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة